ولكن نريد أن نستغل معنا مهنديس في الأحيان من الموضوع تمنحي التكوين والدكتورة كذلك في جورانفيا هذه المشكلة التي تبقى على المستوى كورانت الأرض يعني في وقتها لم يكن شيء هذا الموضوع لا يطير اهتماماً لم يكن لديه مشكلة طورة صناعية تكترون في القرنة الثانية بالعكس التبنات على الشابون على مجموعة هذه الصناعات التي نرى منوئة البيئة فإذا نريد أن نقول حضارة القرنة الثانية تبنات على هذه الصناعات التي نرى الآن بها منوئة البيئة إذن ما هو هذه المشكلة البيئية؟ إذا نريد أن نقول له واحدة نظرة عامة وفوقها لا يحتاج إلى اهتمام به إذا كانت تقول هذا بشكل عام وهكذا لكي الناس يكونوا على علم هذا سؤال في محلو وخلصنا كاملين أن نعرفها هذه القضية لأنه قبل الطورة الصناعية تقريباً قدن قلوب للأرض كانت لا بس بها لا من ناحية العدد على السكان لا من ناحية الموارد الطبيعية كانت تقريباً واحد توازن كان الإنسان عايش بلا ما يفرط في حالة الأخر وكان يعني الإستعمال على موارد الطبيعية بوحد الصفة التي هي قلوب عقولة ولكن وشنو قبل؟ في بالضبط بعد الحرب العالمية الثانية بعد الحرب العالمية الثانية بدأوا الناس كيلحظوا بللي كينتأثير سلبي كبير على البيع منين جاء كان عرفوا بلي أنه في الحرب العالمية تنين كانوا شركات كبار الملتناسيونالي كانوا كينجوا ذوك السموم ذوك الغازات السامة أو هذك المسائل منين حبست ذاك الحرب ما بقاش تلقاه فين تبيع ذوك الموارد ديالها وذك المسائل قالوا كيفاش إحنا غادي نحولوا يعني هذك شي اللي كانت تستهلكوا الحرب غادي نجوه للزراء هذك المواد اللي كانوا كيستعملوها باش يقتلوا الباشرة هذك شي بقا يعني يحولوها ولات مبيدات ولينا كان سمعوا بالمبيدات قاوا يقتلوا الحصارات يقتلوا الربع بالسموم إذن وقع تأثير سلبي على المكونات الطبيعة نحن نعرفه بللي أنه طربة فيها جرات يمديوا لها وهذك جرات يمديوا لها وما اللي كانت تأثيرون ذاك المحاصيل وهذك المسائل وهما كانوا يقتلوا واحد نقوله شي حاشرة ولكن في نفس الوقت كانوا يقتلوا معها واحد عداد تاع الحاشرة هذك هما مفيدة وهي اللي كانت تنتجنها ذاك المسرار إذن الناس بدأوا كيلاحظوا بللي أنه النشاط بتاع الإنسان ولا عنده تأثير سلبي على الطابعة ولا والناس كيحسوه كان هاد 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 الفترات تعمى بين 1950 1970 يعني هنا بدأوا العلماء والباحثين يعني هذا الناس اللي كانوا متقفين في الجامعات وفي مراكز البحث بقاوا كي يخبروا عباد الله كيقولوا لهم ودي ما رحناش في الطريق الصحيح هاد النمط بتاع الإنتاج اللي رحنا غادين فيه رغم ما غاديش يدينا بخير وعلى خير إذن هنا بدأ صدر واحد الكتاب اسمه الربيع الصامت هذا الكتاب هذا بدأوا واحد ضجة عالمية الناس هادك اللي قرأوا ذلك الكتاب عارفوا بلا أنه كان واحد خطار يعني ما بقيتش هادك الطابعة اللي كنا كان عارفو ذلك الطيور اللي كانت زغزق الطيور وذلك الفراشات وذلك الحشرات اللي كانت لدرجة أنه مثلا بحل نحل اللي هو الأساس لتعالإنتاج وتعالالفلور وتعالزارب والأساس الإنتاج للأخر قلنا كان قتلوه هادك اللي حصلت لهم مفيدين لنا إذن هاد الكتاب هذا الربيع الصامت بدأ بحل كما قلت نقص الخطر كان صدرت ذلك الساعة في يعني ألف وتسعمائة واثنين وستين يعني بدأت هاد الأطارات هالمبيدات الكيموية بدأت كتبان من بعد بعد هاد السبعينات يعني بدأ الوعي العالمي بدأ كي يعني بدأوا الناس بدأوا ذلك الساعة تشوفوا منظمات تشوفوا الجمعيات بيئية بقوا الناس كي يهضروا ألف وتسعمائة واثنين وسبعين كي يوقع المؤتمر لتعلى الأمم المتحدة حول البيئة في ستوكولم هاد أول أول اجتماع عالمي اللي كي يحضروا فيه الدول وكي يهضروا على البيئة وكي يركزوا على البيئة وكي يدقوا هذا نقص الخطر وكي يقولوا ادرها ره القضية ماشي هي هذه خاص خاص نظر في هاد ال في هاد الموضوع أي إذن من بعد هاد ال هاد ال هاد الكتاب هادا يعني بدا كي يعني هاد النموت الاقتصاد قولناتك هاد روع الاقتصاد يعني التنمية المستدامة التنمية المستمرة وبدون ان بدا هاد بقى هاد وقع العقلتي ذاك المشكلة بتاع طبقة الأوزون طبقة أول خطرة الأول خطرة الباشار الأنشيطة طبقة الباشار هاد المسائل ولكن هذين مسائل علمية ما شيء شيء واحد ديموتر هاد واستان ترو دوزون اللي وقع وبسبب تاع واحد الغاز اللي كي تستعمل في ذاك شيء طبقة تلاجات أو مسائل وقع له واحد الاتفاق ملزم أول خطرة يجتمعوا الدول وكي يخرجوا واحد الاتفاقية اللي هي ملزمة باللي أنه ذاك الغاز ما يبقى يستعملوا حتى شيء دولا باش يعني ذاك طبقة الأوزون يوقع فيها شيء شوية تعالى في التسعينات بدأ التحول لأن هذا الوعي البيئي العالمي ولا أصبح يعني شامل وكانت واحدة القيمة اللي هي جد مهمة اللي كي يسمي وقمة الأرض في ريو دي جينيرو ريو دي جينيرو 1992 هذه الحياة راك كان جد مهم راك كان حضر له حتى صاحب الجلالة كانت تكسعى ولي العهد وحضر له شخصيا تم تحضر فينا هذا هذا شيء بس نشوفه هذا هذا نغمات البيئة تلقاها في الخطابات وتلقاها في الاتفاق وراك شفين المغرب كين وصل فينا هذا المسائل تعال قوانين تعال إذن كانت هذه القمة هذه تعريض دي جينيرو 1992 وهذا الحدث اللي هو يعني بارز وقمة كبيرة وحضروا فيها واحد العداد تعال 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 عقدت في مدينة ريو دي جينيرو بالبرازيل فترة ما بين 13-14-1992 تحت الرعاية على الأمم المتحدة بالأمم هي رسمية وجمعت هذه القمة 178 دولة بالإضافة إلى منظمات غير الحكومية والخبراء البيئيين شي حاجة رسمية واللي أطرت في المسيرة تحت سياسات الدول للإنجازات التي جاءت بعدها قمة الأرض قلنا هذه الاتفاقية تحت الأمم المتحدة على الإطار بشأن تغيروا المناخية الاتفاقية تحت تنوع البيولوجي الاتفاقية تحت مكافحة حتى صحور تهي كذلك والإعلان تعريوه بشأن البيئة والتنمية والأجندة تحت 21 يعني بدأت سياسات على الصعيد الدولي وعلى الصعيد العالمي يعني كتغطي للبيئة واحد شي واحد لاهتمام لاهتمام كبير إذن هذه قمة الأرض في ريو كانت نقطة تحول في السياسات البيئية الدولية وبناء عليها تم هذا تنظيم العديد من القمام اللاحقة لمراهجة يعني تبعدي إلى وهي قمة جوانسبور 2000 جوج قمة الأرض الثانية والقمة التعليه زائد 20 التي عقدت في عام 2012 لمرجعة تقدم المحرز ومواصلة تعزيز الجهود لتحقيق تنمية المستدامة إذن هذا هو الغطار العالمي تاع البيئة وكيف وصل الإنسان لهذه القضية لذلك كل شي يهضع عن البيئة جميع الدول جميع السياسات جميع الرؤاسة ما كان رئيس في العالم اللي ما يهضر لذلك على البيئة نعم ولا هالتغييرات المناخية لأنه نشاط الاقتصادي تاع الإنسان أضطر بواحد صفة يعني كبيرة على الأرض تغييرات المناخية الآن وخشي وحده ما بغاوش عادي يتقبلوا هاد هاد المسائل تاع التغييرات المناخية ولكن نتائج ديالها هاي ظهرت والإنسان يعني بواحد الجوش تاع القرون يعني أنه غير حتى تكوين تاع المناخ كوين احنا كانت عندنا بتاع تاني أكسيد الكربون ميتين وخمسة وعشرين جزء في المليون في الفلات مصر من الميتين وخمسة وعشرين داب وصلنا ربعم وكذا يعني في واحد الميتين عام تقريبا دوبلات تقول كنت هاد شيء بصيخ يعني جزء من المليون واخر ميتين واربعم ولك ره دوبلات ره صون بورصون كنت كنت في ميتين ولي تف ربعم صغير ولكن الترتيع المناخ والدرجة المتوسط إرتفاع الحرار 1.5 للخبراء يقول لست وصلت حتى الجوج لا سنقوم رجع توقع تغيير تغيير كان أقل في نيو دي جانيرون كان شيء عالي كان تغيير في البابيون بالفعل تغيير ولكن الوضع تغيير 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 مع الوقت لديك واحد سؤال هنا هذا كان واحد الوضعية شيئا انتاغونيز يعني كيف البروغري ذي الترين والبروغري جال ان الكتافة السكانية تزادت طلب على الأكل والأطعيم والله هذه تزادت هو وبالتالي بحلها مطلوب الإنتاج في نفس الوقت يجب أن نحافظه على البيئة إذنو مش مشكل هذا سيصعب التوازن في الوقت التي كان تصاعد التوازن للإنسان على الكورن الأرضي هذا هذا السؤال الإنتاج تصاعد بشكل غير منتحي يعني لا بد ما تصل ل واحد لوقت وهذه السؤال ستصل لدي تصاح لكل النحو وتصل ولم يمكن لها تفوت إذن الإنسان يحتاج نحن نقول إنسان داكي إذن يتصرف بوحد الصيفة اللي هي داكية خصو الإنتاج يكون يوافق داك الموارد الطبيعية بصيفة أنه ما يخصوش يبدرها بوحد الصيفة يعني عارف لأنه غدا يكمل وبالتالي يخصوه واحد النموذج باش يتصنع تدوير ومسائل باش يعني يحاول على الموارد الطبيعية ما يديرهاش واحد يعني يستنزفهاش ما يمكنش يستنزف واحد المادة ويجي واحد الجيل ما يلقوه له قدامه وبالتالي يعني الإسان يعود النظار دياله أن هذا النماط بتاع الإنتاج وهذا هو ما جاوب عليه ذاك النادي تعرومة اللي اسم تعدك لتقرير ديالهم وخال في الانتقادات تهوان تقدوه ولكن يومنا هذا ما زال هذا كلكتاب صالح مازال عادة في الصلاحية دياله رغم هاد المدة اللي فاتت عليه والمسائل والمسائل بلأنه الإنسان خص واحد العقلانة في استعمال الموارد الطبيعية وواحد النقطة اللي جد مهمة مع الأسف الشديد كنشوفوها كنشوفو بلأنه اللي كتبشي السوق كتلقاشي مواد خطيئة إذا رأى كتبع الفلاح الفلاح المساكن ما كيعرفوش كيجي عند هاداك الحانوت كيقولوا عطينا رأى عندي كذا هاد دولة هذي وكيعطيهو وهذك الدواء احنا كنطلبوه بالمصلحة التعلنصة باش تقوم بالوجه بيالها والدور على قاعدوا كل المحلات اللي كيبيعوا هاد الموبيدات وتمنع الموبيدات اللي هما منوعين ما يخصون لي يكون الزجر الزجر يعني أنه رأى كتبع السم وهذاك السم هذك الفلاح غادي سيستعملوه غادي يحطوه على ذلك المادة وذلك المادة غا تمشي للمواطن أو غا تمشي تلوت الماء أو تلوت إذا هذه الخادية الموبيدات خاصة نظر فيها إذا سجل وصل اللي كتبول بأنه كان موبيدات ممنوعه ومعادة اللي كتبع السم منوعة طاعتها ما تلقههاش بكسميته في الخارج ما تلقههاش وحذهت ويجيبوها ومندخل til random متخلش على طريق مقطعتكم وتلقمش مواد اللي هي جد خطيرة، ممنوعه Maar we are not in المكتب تعالون صعاف هذلك المواد كاملين ومطلب منهم باش يديروا دورات ويشوفوا يشوفوا غير ذلك الشي اللي هو بعد ذلك مرخص واخر احنا تلك الشي اللي مرخص احنا كنقلوا واخصنا نقله من هذ المبيدات ونتوجهه للزراعة للبيوك ما نقول ذلك بالبيوك البيوك سنشجعوه ونشجعوه ذلك في الحال كي نشو معهد معهد البيوك